دقت ساعة الحساب بعد انقضاء ظهر طويل في الغرق بفساد التحذب الذي ينخر في جسد مفاصل الدولة سيم الاقتصادية منها يحمل رئيس مجلس الوزراء المسؤولية بأوامر تشكيل لجنة كشف للحقائق والخفايا ومن يقف وراء الفساد المالي والإداري وتلقئ العمل في مشاريع الكهرباء اليوم وعلى الطاولة كما يعنون مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية تفتح صناديق الحقائق التي تفضح أسباب فساد الكهرباء الذي لطالما تجرع المواطن العراقي أسوأ ظروف حياته بفعل غياب خدمة أساسية رعد محسن الحارس الذي شغل منصب وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الانتاج وهو المنصب الأول بعد منصب الوزير حيث رافق أغلب وزراء الكهرباء وشاركهم فشل وزاراتهم المستحدثة بعد 2003 بدء من محسن شلاش وانتهاء بلؤي الخطيب الحارس سعى من خلال شبكة معقدة للاستحواذ على جميع مفاصل الوزارة وعقودها ساعده في ذلك خبرته في هذه الوزارة كونه شغل منصب مدير محطة منذ ما قبل 2003 العقود التي يدخل فيها الفساد يذكرها مركز الروابط بتفصيل طويل فيما الحقيقة الصادمة أن السنين الماضية كان العمل الممنهج لتحقيق مآرب ونفوذ بعض الأحزاب يصب في دائرة أعاقة النجاح لقطاع الكهرباء لتذهب تخصصات الموازنة العامة في الهواء وفي كل قضية فساد يكشف العراقي شيئا فشيئا عن مليارات تذهب السودان بفعل أسماء ووجوه تلتف خلف تدمير العراق بموارده واقتصاده ما يؤجج لساحات الغضب الشعبي الذي يخرج ليطالب بالكهرباء والماء كما هي الرواتب التي لم تتوفر بفعل مديونية متفاقمة كل هذا يعرف اليوم أن مال العراقيين يذهب في جيوب الفاسدين ترجمة نانسي قنقر